من تقريباً ألفين تلاتة وعشرين سنة مصر اتبركت وتشرفت وتنورت بدخول العائلة المقدسة سيدنا عيسى المسيح وستنا مريم وسيدنا يوسف النجار دخلوا مصر ربنا أراد أنه يحمي سيدنا عيسى والعائلة المقدسة من الظلم والإضطهاد وأنه هم يجوا هنا حقيقي أنت متخيل ده معناه إيه؟ معناه كم محبة مهول من الخالق عز وجل أولاً لهذه الأرض وثانياً لهذا الشعب اللي ربنا اختاره خد بالك بقى لإيه؟ لحماية العائلة المقدسة لحماية سيدنا المسيح وستنا مريم وسيدنا يوسف النجار 2023 سنة على هذه البركة ومؤخراً نجحت مصر في إدراج هذا المسار مصار رحلة العائلة المقدسة على قيمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي أنت بتتكلم على طريق وأماكن أماكن محددة بحد ذاتها موجودة حتى هذه اللحظة برضو هي مزار للبركة بالمناسبة دي فإنه قداسة البابا تودرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية ترقى الصلوات عشية الدخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وده في كنيسة أبو سرجا في مصر الأديمة لازم أقول لك أنه مشروع إعادة إحياء مصار العائلة المقدسة كان واحد من أهم المشروعات القومية اللي بتشرف عليها وزارة السياحة والأثار وبالمناسبة دي واحدة من الهدايا الكتيرة اللي بتقدمها مصر لكل البشرية لكل البشرية وطبعا بالتحديد في مجال السياحة الدينية هفكر معاك أكتر بصوطة عالي عشي 2023 سنة أوه طيب هل أحيانا هذا المصار خلال الـ 2023 سنة؟ طب سيبك من الـ 2000 سنة طب فت من بعد سنة 2000 طيب ألم يتفتق الزهن على إحياء المصار؟ لازم تقعد تقول أنه تفتق الزهن المصري خلال 8-9 سنوات فاته في إحياء هذا المصار وإدراجه في قيمة اليونسكو ومش بس كده كمان أنه هذا المصار يتحول إلى مظاهرات واضحة ويبقى موجود كمان على خريطة السياحة العالمية فيبقى في وقت من الأوقات واحد من أهم الأماكن اللي المواطن العالمي الإنسان العالمي المواطن العالمي ده هو إنسان العالمي في أي حتة في العالم هيبقى عاوزيك أنت بتتكلم هنا على واحد من أهم أماكن السياحة الدينية في العالم خلي بالك الناس بتروح مثلا الفاتيكان صح كده؟ جميل هو سيدنا المسيح راح الفاتيكان؟ لا سيدنا المسيح جي مصر جي السيناء وجي الصعيد وجي في قلب القاهرة وهكذا هنا بتتكلم على مصار بوركة بأقدام وبلمسات سيدنا المسيح وستنا العضرة وسيدنا يوسف النجار على كل أنا أدعوك بقوة مش هزار انك انت تتكلم على ده تتكلم عليه أولا اقرأ فيه كويس اتنين اتكلم عليه تلاتة زور ان استطعت